كما تفقد مدولي جناح وزارة الصحة والسكان واستمع لشرح مفصل من الوزير خالد عبدالغفار والذي أشار إلى وجود عدد من الشاشات بغرفة إدارة الأزمات وغرفة القيادة والتحكم التي يتم من خلالها المتابعة وإدارة أزمة غزة عندنا طبعا مجموعة من الشاشات من خلال غرفة إدارة الأزمات وغرفة القيادة والتحكم اللي احنا عملناها اللي بندير منها أزمة غزة أيضا وتواصلنا مع كل المستشفيات اللي بتستقبل المصابين وجرحة من غزة أدرين أننا من خلال نظم المعلومات الجغرافية ومن خلال متابعة كل المبادرات الرئاسية وأيضا متابعة كياس الدم والمخازن وخلال جولته زار مدبولي مركز أمازون لخدمة العملاء بالقهرة الجديدة وأوضح مدير عامي خدمة العملاء أن المركز يقدم خدماته باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وذلك لعملاء الشركة في مصر والإمارات إضافة إلى ألمانيا والصراليا كما تمت الإشارة إلى أن شركة أمازون قامت حتى الآن بتوفير أكثر من 1600 فرصة عمل في مصر في مجال خدمة العملاء ويعمل 65% منهم لخدمة العملاء في الخارج مع خطط مستقبلية للتوسع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر